موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي الطالبات أبناء الطلبة أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر في الحلقة الماضية درسنا الجينوم البشري وأهميته في حياتنا وفي هذه الحلقة بإذن الله سوف ندرس الصفات الوراثية لدى الإنسان ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا بكم من جديد ذكرنا قبل الفاصل أننا سوف ندرس في هذه الحلقة الوراثة في الإنسان فتابعوا معي الوراثة لدى الإنسان تتوارث بعض الصفات عند الإنسان وفقا للمبادئ التي استخلصها غريغور مندل من تجاربه على نباتات البازلاء وذلك عندما يكون جين واحد مسؤول عن تلك الصفة وقد يكون من المستحيل ملاحظة ذلك لدى الإنسان فمعظم الصفات الوراثية يتحكم بها أكثر من جين له أليلات سائدة أو متنحية أو ذات سيادة مشتركة إذن عزيزة الطالبة عزيز الطالب الصعوبة في الإنسان أنه للصفة الواحدة ممكن أن يكون أكثر من جين يتحكم في ظهور هذه الصفة الجينات والأليلات السائدة والمتنحية والمشتركة درست سابقا الجين الذي يتحكم بشكل شحمة الأذن عند الإنسان التي يمكن أن تكون حرة أو ملتحمة أي أن نمطين من الجين الواحد أو أليلين يتحكمان في شكل شحمة الأذن تذكر أن الأليل السائد هو الأليل المسؤول عن الشكل الحر لشحمة الأذن في حين أن الأليل المسؤول عن الشكل الملتحم هو المتنحي أي لا يظهر في التركيب الظاهري لدى الإنسان إلا في حالة التركيب الجيني المتشابه اللاقحة بعض الأليلات مثل تلك المسؤولة عن تكون الهيموغلوبين هي ذات سيادة مشتركة يوضح الشكل التالي تتابعات نيوكليوتيدات لجزء من شريط حمض دي أن أي لجين بيتا هيموغلوبين الموجود على الكروموسومه داعش والذي يشفر لبيتا غلوبليولين سليم وهو بروتين يرتبط بالهيم ليكون الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين في الجسم لاحظوا معي في هذا الرسم هنا يظهر الجين أو الجينات السليمة وهنا بعد حدوث طفرة الاستبدال هنا بعد حدوث طفرة الاستبدال فماذا يؤدي هذا التغيير يؤدي حدوث طفرة في جين HBB إلى انتاج بروتين بيتا غلوبليولين غير سليم ما يسبب تكون هيموغلوبين غير طبيعي ويكون غير قادر على أداء وظيفته أي عزيزة الطالبة عزيز الطالب يكون هذا الهيموغلوبين غير قادر على التبادل الغازي وهو الدور الأساسي للهيموغلوبين تعرف هذه الحالة بمرض فقر الدم المنجلي يرمز للأليل الطافر بHBS أي سكل سل أي الخلية المنجلية أما الأليل السليم فيرمز له بHBN N يعني Normal سليم لدى الأليلان HBS و HBN سيادة مشتركة حيث أن في حال كان التركيب الجيني للفرد متباين اللاقحة أي HBS و HBN تتكون لديه كريات دم سليمة وأخرى من جلية الشكل ويكون مرضه بحالة متوسطة يعني يعاني من فقر دم متوسط لاحظوا معي ما هي الأنماط الجينية والظاهرية في نسل زوجين لدى كل منهما التركيب الجيني HBS و HBN نلاحظ هنا عند تزاوج الأم HBN و HBS والأب HBN و HBS تكون نتائج الأبناء على الشكل التالي 25% هم HBN و HBN أي أفراد سليمين فرد سليم تكون كريات الدم سليمة و 50% من الأفراد يكون HBS و HBN أي فرد ذو فقر دم متوسط كريات دم سليمة وأخرى من جلية الشكل أما 25% تكون HBS و HBS فرد ذو فقر دم حاد كريات دم من جلية الشكل وهنا يظهر عزيزة الطالب تأثير الجينات ونقلها على الأبناء دراسة سجل النسب يجد العلماء صعوبة في دراسة الصفات الموروثة وانتقالها عند الإنسان لماذا؟ نظرا لكثرة الجينات التي تتحكم بها من جهة ولطول الفترة الواقعة بين جيل وآخر بالمقارنة مع نبات البازلاء الذي تصل فيه المدة بين كل جيل وآخر على 90 يوما فقط بالإضافة إلى قلة عدد أفراد الجيل الناتج عن كل تزاوج بالمقارنة مع الذباب الفاكهة على سبيل المثال لذلك يحاول العلماء دراسة بعض الصفات الوراثية عند الإنسان عن طريق دراسة سجل النسب لبعض العائلات ما المقصود بسجل النسب؟ هو عبارة عن مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات من جيل إلى آخر في العائلة ويسمح للعلماء بتتبع ما قد يحصل من اختلالات وأمراض وراثية لهذا عزيزتي الطالبة عزيز الطالب بما أن دراسة الإنسان صعبة لأن دورة حياته طويلة والأفراد الناتجين قليلين فتتبع العلماء ما يعرف بسجل النسب تابعوا معي يوضح سجل النسب في الشكل ثلاثة أجيال لعائلة يحمل بعض أفرادها صفة موروثة ما الذي تمثله المربعات والدوائر البيضاء والسوداء وما الذي تمثله الخطوط الأفقية والعمودية بين الدوائر والمربع لاحظوا في هذا الرسم عزيزتي الطالبة عزيز الطالب هنا هذه الأرقام اللاتينية تبين الأجيال الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث ومن ثم الخط الرأسي هو الخط الذي يصل الآباء بالأبناء والخط الأفقي يمثل الزواج بين الذكر والأنثى أما الربط بين الأبناء فيكون بهذا الشكل وهذا الشكل يمثل توأم متماثل وهذا الشكل يمثل توأم غير متماثل وهنا هذين الخطين يمثلان آباء تربطهم صلة قرابة أما رمز المربع فهو المربع الأبيض يكون ذكر سليم والدائرة البيضاء تكون أنثى سليمة المربع الأسود هو ذكر يظهر الصفة الوراثية والدائرة السوداء تظهر أنثى تحمل الصفة الوراثية أو تظهر الصفة الوراثية أما شكل المعين فهو الجنس غير محدد يكون الجنين مات قبل التعرف على جنسه أما الدائرة وداخلها حرف البي فهي امرأة حامل وبذلك يمكننا أن نكون سجلا للنسب تسبب لاضطرابات الجينية في معظم الأحيان أمراضا خطيرة ومميتة منها ما هو مرتبط بالجنس ومنها ما هو متوارث بغض النظر عن جنس الأمراض الوراثية غير المرتبطة بالجنس تذكر أن الجين السليم يعبر عنه بتركيب ظاهري سليم أما الجين غير السليم المعتل فيعبر عنه بتركيب ظاهري غير سليم أي يظهر اضطرابا أو مرضا وراثيا لدى الفرد ويكون التركيب الظاهري تابعا لتعبير الليل متنحي أو الليل ذي سيادة مشتركة أمراض ناتجة من الليلات متنحية لا تظهر الأمراض الوراثية الناتجة من الليلات متنحية إلا في حالة وجود الليلين متنحيين متماثلين أي يكون التركيب الجيني للفرد متشابه اللاقحة لهذه الأليلات من أحد الاختلالات الجينية لدى الإنسان هو الفينيل كوتي نوريا وينتج هذا المرض من الليل غير سليم متنحي محمول على الكروموسوم رقم 12 فالأشخاص الذين يعانون هذا المرض ينقصهم إنزيم فينيل ألانين هيدروكسيليز الذي يكسر الفينيل ألانين وهو حمض أميني موجود في الحليب وأطعمة أخرى فما الذي يحدث عزيزة الطالبة عزيزي الطالب لمن لا يحمل هذا الجين ولا يستطيع تكسير هذا الحمض فإذا ورث الطفل مرض الفينيل كوتي نوريا قد يتراكم الفينيل ألانين في أنسجته في خلال السنوات الأولى من حياته ما يسبب له تخلفا عقليا شديدا سمحت الاختبارات الحديثة التي أجريت على الأجنة والأطفال حديثي الولادة باكتشاف هذا المرض باكرا ومعالجة المصابين به من خلال اتباعهم نظاما غذائيا يحتوي على أقل كمية من الفينيل الألانين مرض آخر ينتج من أليلات متنحية محمولة على الكروموسوم رقم 15 وهو البله المميت وهو مرض وراثي نادر يؤدي إلى نقص نشاط إنزيم هيكسو سامينيديس الذي يؤدي دورا في تكسير مادة القانجليوسايد الدهنية ويؤدي عدم تكسير هذه المادة إلى تراكمها في الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي وإلحاق الضرر بها من أعراض هذا المرض فقدان السمع والبصر وضعف عضلي وعقلي وهو يؤدي في معظم الأحيان إلى الموت في السنوات الأولى من الطفولة لهذا عزيزة الطالبة عزيز الطالب من المهم جدا عمل فحص جيني للأجنة حال ولادتهم وهذا ما يحدث في الكويت ولله الحمد أمراض ناتجة من أليلات سائدة لا تنتج الأمراض الوراثية من الأليلات المتنحية فحسب بل ينتج بعضها من أليلات سائدة أيضا حيث يكفي وجود أليل غير سليم سائد واحد فقط ليظهر المرض أو الخلل عند الفرد ومن أحد الاختلالات الجينية السائدة مرض الدحدحة وهو مرض وراثي يصيب الهيكل العظمي ويتسم بتعظم غضروفي باطني يؤدي إلى قصر القامة بشكل غير طبيعي أي القزامة أمراض ناتجة من أليلات سائدة أما مرض هانتينغتون فهو مثال آخر على حال يسببها أليل طافر سائد محمول على الكروموسوم رقم أربعة ويمثل سجل النسب في الشكل التالي عائلة يظهر هذا الخلل الوراثي لدى بعض أفرادها يصيب هذا المرض الجهاز العصبي فيسبب فقدان التحكم العضلي ويؤدي إلى الوفاة ولا تبدأ عوارضه بالظهور إلا في سن الثلاثين أو الأربعين حيث يبدأ الجهاز العصبي بالتدهور تدريجيا والآن عزيزة الطالبة عزيزة الطالب لنلاحظ هذا الشكل التالي سجل نسب يظهر أفراد مصابين بمرض هانتينغتون نلاحظ هنا أن الأب مصاب بهذا المرض في الجيل الأول وفي الجيل الثاني هناك بنتين مصابتين بهذا المرض وهنا أحد إحدى البنات السليمة تتزوج رجلا مصاب بهذا المرض وينتج أن أحد بناتهما تصاب بهذا المرض وهنا في هذه الحالة البنت المصابة تتزوج رجل سليم ويظهر لديها بنت وولد مصابين بهذا المرض الجدول يوضح بعض الاضطرابات الجينية في الكروموسومات الجسمية عند الإنسان هذا الجدول مهم جدا أن نعرفه ونحفظه جيدا كل اضطراب وما هي أعراضه الرئيسية الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس هل يوجد نمط خاص في وراثة الجينات المرتبطة بالكروموسومين X و Y الإجابة نعم لأن هذين الكروموسومين يحددان الجنس ويطلق على الجينات الواقعة على الكروموسومين الجنسيين X و Y اسم الجينات المرتبطة بالجنس إذن عزيزة الطالب عزيزة الطالب هناك أمراض تقع بسبب وجود الجينات على الكروموسومين الجنسيين X و Y لاحظوا معي في هذا الرسم نلاحظ هنا جينات بعض الأمراض منها وهن دوشين العضلي ورم ميلاني مركز إزالة تنشيط الكروموسوم X العوز المناعي الشديد المرتبط بالكروموسوم X عمل ألوان نسف الدم ونلاحظ هنا الكروموسوم Y عامل تحديد الخصية فنلاحظ هنا أن معظم الأمراض تنقل على الكروموسوم X وهذا الكروموسوم موجود عند الأنثى وعند الذكر ومعظمها موجود على الكروموسوم X كما هو موضح في الشكل وقد تم اكتشاف أكثر من إمية خلل وراثي للصفات المرتبطة بالجنس ومعظمها على الكروموسوم X لأنه أكبر بكثير من الكروموسوم Y الذي يحتوي على عدد قليل من الجينات ومن المعلوم أيضا أن للكروموسومين الجنسيين X و Y أجزاء مشتركة أي أن الجينات المحمولة على الأجزاء المشتركة تتواجد على كل منهما وتتوارث كأنها جينات محمولة على الكروموسومات جسمية ولكل من الكروموسومين X و Y أجزائهم الخاصة بحيث تتوارث الجينات فيهما وفقا لوجودهما على أي منهما ويحمل الكروموسوم Y الجين SRY المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية لدى الذكور والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف نتعرف على بعض هذه الحالات المرضية فتابعوا معي الأمراض المرتبطة بالكروموسوم الجنسي X الناتجة من أليلات متنحية ما المقصود بمرض عمل ألوان؟ هو مرض وراثي لا يستطيع المصابون به تمييز الألوان بشكل واضح وخصوصا اللونين الأخضر والأحمر قد لا يرى الشخص المصاب أحيانا سوى اللون الأسود والرمادي والأبيض وذلك نتيجة إصابة الشبكية أو العصب البصري ويعود مرض عمل ألوان إلى خلل يصيب جينا واحدا من عدة جينات مرتبطة برؤية الألوان ويحملها الكروموسوم الجنسي X يسترعي الانتباه ظهور عمل ألوان لدى الذكور بنسب أعلى مقارنة بالإناث ولكن ما سبب هذا الاختلاف؟ يمتلك الذكور كروموسوم X1 فقط وكل الأليلات المرتبطة به تظهر عند الذكور حتى وإن كانت متنحية في حين أن لظهور المرض عند الإناث لا بد من وجود نسختين من الأليل المتنحي أي أن يكون كل كروموسوم X حاملا لهذا الأليل وهذا يعني أن التركيب الظاهري لأليل الخلل الوراثي المتنحي المرتبط بالجنس يميل إلى أن يكون أكثر شيوعا بين الرجال منه بين الإناث أضف إلى ذلك أن الرجال يورثون الكروموسوم X إلى بناتهم لذلك قد لا تظهر تلك الصفة عندهن ولكنهن تحملن تلك الصفة وتورثنها إلى أبنائهن الذكور كما في الشكل والآن لنتعرف على مرض آخر مرتبط بالجنس تابعوا معي ما المقصود بمرض الهيموفيليا؟ هو مرض وراثي يظهر على شكل خلل في عوامل تخثر الدم ما يؤدي إلى نزيف حاد في حالة الإصابة بجروح وأحيانا إلى نزيف داخلي يساعد جينات محمولان على الكروموسوم الجنسي X في التحكم بتكوين المواد البروتينية المخثرة للدم ويسبب وجود الليل متنحي غير سليم لأحد هذين الجينين خللا في تكوين تلك المواد ولحسن الحظ يمكن معالجة المصابين بهذا المرض عن طريق حقنهم ببروتينات التخثر الطبيعية ما المقصود بوهن دوشين العضلي؟ هو مرض وراثي مرتبط بالجنس ويتسبب به الليل متنحي غير سليم لجين موجود على الكروموسوم الجنسي X ويتحكم في تكوين مادة الديستروفين وهي مادة بروتينية في العضلات غالبا ما تبدأ أعراض المرض بالظهور في سن الرابعة أو الخامسة مع بداية ضعف عضلات الحوض حيث يصبح المصاب غير قادر على المشي بشكل طبيعي أو القيام ببعض الحركات الرياضية كالقفز والجري وتزداد هذه العوارض تدريجيا وبسرعة كبيرة لتؤثر في جميع العضلات الجسم وقد تتطور الحالة إلى حد التوقف نهائيا عن المشي ومثل باقي الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس تكون نسبة إصابة الذكور بمرض وهن دوشين العضلي أكبر من إصابة الإناث كما في الشكل نلاحظ في هذا الرسم أن المصابين في هذا المرض هم جميعهم ذكور في الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع سجل النسب لعائلة يعاني بعض أفرادها وهن دوشين العضلي لماذا المصابون ذكور؟ الإجابة لأن الأليل المعتل محمول على الكروموسوم الجنسي X وللذكور كروموسوم X1 فتظهر تأثيرات الجين حتى لو كان متنحيا ومعظم الإناث المتشابهات اللاقحة لا تبقينا على قيد الحياة الأمراض المرتبطة بالكروموسوم الجنسي X الناتجة من أليلات سائدة الأمراض السائدة المرتبطة بالكروموسوم الجنسي X نادرة الوجود ومنها مرض الكساح المقاوم للفيتامين D ويتميز هذا المرض بتشوه في الهيكل العظمي بسبب نقص في تكلس العظام يختلف هذا المرض عن غيره من أمراض الكساح لماذا يا ترى هذا الاختلاف عزيزة الطالبة عزيز الطالب؟ تابعوا معي يختلف هذا المرض عن غيره من أمراض الكساح لماذا؟ لأنه لا يستجيب للعلاج بواسطة الفيتامين D ويظهر الشكل وجود هذا المرض في كل جيل من الأجيال الأربعة إذ يكفي وجود الليل المرض على الكروموسوم X1 لينتقل من جيل إلى آخر مع توارض الكروموسوم من الأب والأم إلى الأبناء لاحظوا معي في الرسم هنا الجين انتقل من أب إلى ابنته ومن الإبنة إلى ابنها ومن ثم من الإبن إلى ابنتيه هناك بعض الجينات الموجودة على الكروموسوم Y والتي تقدر أن تميزها عند الإنسان هذه الجينات يعبر عنها عند الذكور فقط وتنتقل دائما من الأب إلى ابنه وتسمى جينات هولندريك ويعد مرض فرط إشعار سوان الأذن مرضا مرتبطا بالكروموسوم الجنسي Y وهو مرض نادر يتمثل بوجود شعر طويل وكثيف طبيعي على أطراف الأذنين ويظهر سجل النسب في الشكل أن جميع الأبناء الذكور المتحدرين من آباء مصابين بالمرض 2 و 2 3 و 3 6 و 4 3 هم مصابون بهذا المرض ويورثونه لأبنائهم وذلك عبر توريثهم الكروموسوم الجنسي Y الحامل لجين المرض بالمقابل لا يظهر المرض عند الأبناء الإناث كما في هذا الشكل لاحظوا أن الذكور مصابين والإناث سليمين مرض الجين إلى البروتين كيف تؤثر تتابعات القواعد النيتروجينية في الجينات على التركيب الظاهري وما الصلة بين هذه القواعد في الجينات أو الأليلات المسؤولة عن الأمراض الوراثية والمرض نفسه في كل من التليف الحويصلي ومرض فقر الدم المنجلي يؤثر تغير بسيط في القواعد النيتروجينية لجين مفرد في تركيب البروتين مؤديا على اضطراب وراثي خطير والآن عزيزة الطالبة عزيزة الطالب تعالوا معي لنتعرف على مرض التليف الحويصلي يعاني المصابون بهذا المرض تجمع مادة مخاطية كثيفة تسد ممراتهم التنفسية كما يعانون مشاكل هضمية كثيرة تحدث معظم حالات التليف الحويصلي نتيجة حدوث طفرة نقص لثلاث قواعد في الجين المنظم لتوصيل عبر الأخشية في التليف الحويصلي ما يتسبب في تكوين بروتين CFTR غير سليم كما هو موضح في الشكل لاحظوا هنا عند حدوث نقص القواعد الثلاث يؤدي إلى غياب الحمض الأميني في نيل الألنين من البروتين CFTR ما يؤدي إلى حدوث CFTR غير سليم لا يمكنه نقل أيونات الكلور عبر غشاء الخلية ما يؤدي إلى انسدات في الممرات الهوائية بسبب وجود مخاط كثيف يسمح هذا البروتين طبيعيا لأنيونات الكلور CL- بالمرور عبر الأخشية الخلوية وفقدان القواعد الثلاث يزيل الفنيل الألنين أحد الأحماض الأمينية في البروتين CFTR الذي ينثني بصورة غير صحيحة ويصبح غير فاعل فيشكل عائقا أمام نقل أنيونات الكلور وبسبب عدم القدرة على نقل تلك الأنيونات لا تستطيع الأنسجة في الجسم تأدية وظيفتها بشكل صحيح لا يظهر المرض في الأفراد متبايني اللاقحة أي الذي يحملون نسخة واحدة من الجين أو الأليل غير السليم لأن وجود أليل سليم واحد يكفي لإنتاج ما يكفي من قنوات الكلور البروتينية التي تسمح للأنسجة بأن تعمل بشكل سليم والآن عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب لنتعرف على نوع آخر أو مثال آخر لهذه الأمراض مرض فقر الدم المنجلي سمي مرض فقر الدم المنجلي بسبب الشكل المنجلي لكريات الدم الحمراء تميل هذه الكريات إلى أن تنكسر بسرعة فتنحل مكوناتها كما أنها تلتصق بالشعيرات الدموية فتحول دون جريان الدم فيها ما يؤدي إلى تلف الأنسجة والخلايا في أعضاء كثيرة مثل الدماغ القلب والطحال وقد يؤدي هذا المرض إلى الموت في حالات كثيرة يعتبر مرض فقر الدم المنجلي اضطرابا ناتجا عن الليلات ذات سيادة مشتركة فبحال وجود الليل سليم وآخر معتل لدى الفرد يظهر عنده المرض بشكل خفيف ما يدل على وجود سيادة مشتركة أما في حال وجود الليلين معتلين لدى الفرد يظهر هذا المرض عنده وبشكل واضح وخطير تحتوي كريات الدم الحمراء السليمة على الهيموغلوبين السليم وهو بدوره يحتوي على بروتينات وهيم يرتبط الأكسجين بالهيم في كريات الدم الحمراء يتحكم الأليل السليم في تكوين أحد بروتينات الهيموغلوبين ويختلف عن الأليل غير السليم بتغير قاعدة واحدة فقط في تتابع حمض دي أن اي هذا التغير يؤدي إلى استبدال حمض غلوتاميك الأميني بحمض الفالين فيصبح هيموغلوبين غير سليم ويكون أقل ذوبانا عن الهيموغلوبين السليم كما تشكل جزيئاته غير المؤكسجة سلسلة طويلة من الألياف التي تعطي الشكل المنجلي لكريات الدم الحمراء يشيع مرض فقر الدم المنجلي في القارة الإفريقية وعند الأمريكيين من أصل إفريقي وينتشر أيضا في بعض مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وتصل نسبة حاملي صفة المرض أو المتبايني اللاقحة على حوالي 20% ومن المفارقة أن الأفريقي المتبايني اللاقحة لمرض فقر الدم المنجلي يظهرون مقاومة شديدة لمرض الملاريا المنتشر بكثرة في بلدان القارة الأفريقية ويعزو العلماء سبب ذلك إلى أن تكسر كريات الدم المنجلية يؤدي إلى التخلص من الكائن الطفيلي الذي يسبب الملاريا وهذا الطفيل يعيش عادة عالة على كريات الدم الحمراء السليمة تشكل الملاريا خطرا كبيرا على الصحة لذلك يصبح الليل فقر الدم المنجلي مفيدا للمصابين بهذا المرض والآن عزيزة الطالب عزيزة الطالب هناك سؤال مهم هل لهذه الأمراض ورافية أثرا في زواج الأقارب؟ تابعوا معي مخاطر زواج الأقارب قد يتزوج أحيانا فردان تربطهما صلة قرابة من دون أن يعرفا أنهما يحملان مرضا ورافيا متنحيا وغالبا ما يؤدي ذلك إلى ولادة أطفال يعانون أمراضا ورافية يصعب شفاؤها من مثل مرض تكسر الدم الوراثي الذي يفرض على المصابين به نقل دم شهريا وهي عملية مؤلمة بخاصة لدى الأطفال إذ تجعلهم يفقدون حيويتهم فلا ينعمون بالحياة التي ينعم بها أقرانهم وترتفع نسبة ظهور الأمراض الوراثية التي تسببها الأليلات المتنحية كلما زادت نسبة زواج الأقارب من جيل إلى آخر أما الزواج بين الأفراد الذين لا تربطهم صلة قرابة فقد ينتج أفرادا هجينة سليمة تحجب فيها الأليلات السليمة السائدة الصفات التي تحملها الأليلات المتنحية لذلك تتضاء النسبة ظهور الأمراض بين هذه الأجيال لهذا عزيزة الطالبة عزيز الطالب في دولة الكويت يتم عمل فحص وراثي للمقبلين على الزواج وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم التي تناولنا فيها الوراثة لدى الإنسان على أمل اللقاء بكم مع حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة